اشتركوا في القناة حسنا السلام عليكم هلي بكم فيديو جديد سويت لكم مغرنة عن Apple Watch SE وابدخلت لكم شوي عن Apple Watch 5 بعضهم نقول لك لا Apple Watch SE عليها معالج Apple Watch 6 هذا الشخص قال لي وشوف ارسل فيديو شوف هذا الشخص قال كذا وهذا مشهور انا راح اوريكم كل شيء من الموقعات انتو بكيفكم بتصدقون ابل بتصدقوني بكيفكم فنبدأ معاكم الابل واتش اللي خش علي نسوي المغرنات هاد المغرنات اللي موجودة حين فانت اللي تحدد بكيفك اللي موجود عند ابل بس السيريس 3 مثل ما نشوف والس اي و 6 خلن سميها 3 بين الثري والس اي و 6 في سنتين ابل شراتهم ابل واتش 4 ابل و 5 فراح ننغرن لكم ونشوف هل تفضل انك تشتري ابل واتش 3 او اس اي او 6 او 4 او 5 تتبع عليهم نشوف احين كبداية الس اي و 6 كحجم الشاشة نفس 4 و 5 نفس الحجم هذهم 40 و 44 المقاسات حقينهم لثري لا صغيرة 42 و 38 هذا الحجم حقها مش حجم الابل واتش نفسه لا حجم الشاشة لانه كان فيها شوي حواف كبيرة نجي لحق الرتنة او النوع الشاشة او التقنيات اللي موجودة بالشاشة ثري شاشة الرتنة عادية بعدها ابل نزلت 4 شاشة عادية برضو كان نحجمها اكبر الفايف حطت فيها نفس التقنيات اللي موجودة هنا لا تنطفق اللي هي Always On الاس اي مش موجود فيها فاذا كنت على 5 و تبي Always On يتنتقل لحق ال 6 او تتبع عليها ال 5 ترى الاس اي مش موجود فيها Always On ان الشاشة تضوش اقالة اذا كانت عندك ال 6 احين Always On 2.5 مرات برايتنس او يضايا اعلى Always On يكون يضايا اعلى حق ال Always On عن ال 5 اللي موجودة لكن الاس اي مش موجودة فيها الميزة هذي كلها ننزل تحت طبعا ما ادري هل موجود هنا التغنية المعالج او ارجع تكلم عنها من فوق بداية او موجود تحت حق الماء اذا كنت تنزل في الماء مغاوم الماء يلين 50 متر كلهم حتى 4 و 5 يعني ما في شي جديد تطبيق الاكسوجين او اكسوجين الدم اذا كان عندك مثلا انت بهذا الشي الميزة مش موجودة الا على Apple Watch 6 Apple Watch SE مش موجودة تطبيق تخطيط القلب اللي هو ال ECG اللي محطينها جديدة اللي نزلت على ال Apple Watch 4 و 5 و 6 ال SE مش موجودة يعني اذا كنت تحب هذا الشي اذا كنت تبي تشتري Apple Watch 6 او Apple Watch SE لحق شخص كبير في العمر يحتاج تطبيق الاكسوجين يمكن يحتاج تطبيق ECG ما تبي تشتري لحق ذلك الشي او تشتري لحق طفل EC موجودة فاذا كان عندك 4 او 5 وتنتقل حق ال SE ترى ترى ترح تفقد ذي الميزتين اوكي ال SE يحس انها الحق اطفال اكثر منها الحق خصوصا اشخاص اللي كانوا عندهم دي الميزات ارجع اقول لكم مرة ثانية Always on display مش موجودة على ال SE تخطيط القلب ال ECG مش موجودة على ال SE تطبيق الاكسوجين في الدم مش موجودة على ال SE و 3 برضو مش موجودة ثلاث ميزات هذيلي موجودين على ال Watch 6 اشعار نبضات القلب كلهم موجود فيهم او ضربات القلب الطوارئ كلهم موجود فيهم ميزات اكتشاف السقوط موجود في ال 4 موجود في ال 5 كلهم يعني بس ال 3 مش موجود فيها البوصلة موجودة في ال SE و موجودة في ال 5 في ال 4 مش موجود فيها و في ال 6 موجودة مغياص ارتفاعه كان سطح الارض ال Always دائما موجودة في ال SE و ال 6 طبعا مش موجودة في ال 4 و ال 5 مغاصلة تبع موجودين هنا بس مش Always مش قل دائم الشاشة لا تنطافئ هنا في ال 6 طبعا انا احرك لكم هنا و موجود هنا ال 6 موجود فوق يعني صرت ضيعت انت ال 6 موجود فيها و ال 5 موجود فيها بلكن ال 6 2.5 اعلى اضاءة هذي مش موجود فيها يعني هذي مش موجود فيها هذي الجليدة الموجودة ننزل تحت هذي المقاييس هذي ال 42 شو شون الشاشة الحدود هنا كبيرة هنا نفس الحدود هذي ال SE و ال 6 نفس ال 4 و ال 5 3 حجمها غير لو بنضغط هنا نشوف الصغيرة هنا موجودة كيف هنا نشوف الصغيرة كيف موجودة ال body لحق الساعة نفسه نفس ال body لكن الشاشة اكبر طيب لو نتكلم عن الانواع في الومنيوم هنا موجود لهم كلهم هذي الالوان الموجودة لحق الالومنيوم شو؟ في فضي في رومادي في زهري أو وردي غولد في اللون السكاي بلو في البروتكترد هنا بس ثلاث الوان وهنا لوني طبعا في انواع ثانية تجيك هنا بستايني ستيل بهرمز والاشياء الكبيرة ذي كلها انواع الفخمة غالية جدا اقلا من الايفون برضو على حسب الشيء لكن الانواع اللي موجودين عندك كلهم ذي الالومنيوم ما فيهم الشاحن ليجيني شخص يقولي او الابل واتش 3 شريتها وفيها شاحن هذي موجودة مصنعة من زمان وشريتها من المخزن الشخص باعها من المخزن لكن اذا بتشتريها الان من موقع عضل مثلا ما رح تشوف فيها الشاحن وهذه كلهم ما رح تشوف فيهم الشاحن الا اذا شريت الفئة العالية من الواتش 6 التيكينيوم الاشياء الكبيرة رح تشوف فيها تطبيق الاكسجين مدل ما نشوف هنا تطبيق الاكسجين في الدم وتخطيط القلب موجود على السكس وتطبيق تخطيط القلب تطبيق الاكسجين موجودة على 4 و5 فاذا كان عندك 4 و5 رح تفقد الميزتين اذا خدت الاكسجين نزل تحت هذي شكل الاكسجين هنا تطبيق القلب برضه موجود هذي لي مش موجود فيهم الطوارئ موجودين فيهم اثنين هم موجودة على 4 و5 على 3 مش موجودة مراقبة الضفضاء موجودة على 4 موجودة على 5 موجودة على 6 نجي هنا لحق اكتشاف الصغور مثل ما قلت لكم هذين موجودين شلون تكنولوجيات او الاشياء مستشعر مستشعر هذي الاشياء اللي كلمتكم معنها المستشعرات شكثرة هم هنا الموجودين هنا نجي لحق الشي الاس اي عليها معالج هذا نفس المعالج في الاس اي الجديدة فانت لا تقول اذا كانت عندك الاس اي ستشتريك انت رح تفقد بعض الميزات الا اذا كنت بي مثلا الفاميلي ستوب تكلمت لكم عنها في الفيديوهات اللي راحت انك مثلا تشتري الاس اي لحق الطفل عندك طفل حلوي حق الاس اي وما عنده مثلا ايفون تشتغل الاس اي عليها اما عندك 5 تراؤز اون رح تفتغدها المستشعر الاس اي جي رح تفتغدها فاشياء كتير رح تفتغدها اذا شريت هذي وحتى المعالج لكن ابل واش سيكس فيها المعالج الجديد مثل ما نشوف هذا الفروقات فانتبه انت البوصلة تكلم لكم عنها المكبرات الصوت الجيل الثاني وهنا الجيل الثاني حتى الجيل الثاني ما عمري استحتاج خلال 5 سنوات استخدامتها لكن نشوف لكم كيف الشحن السريع طيب مثل ما نشوف بالترتيب الصفحات اللي موجودة عندنا على اليمين او هنا نفس الحركة من الي يصار ابل واتش 3 هنا ابل واتش SE هنا ابل واتش 6 ابل واتش 3 حين ما فيها اسم ما تقدر تشتريها فالابل واتش 3 بس gps تشبك على الجوال ما تقدر تشتريها على الاس اي وعلى 6 اللي فيها الشريحة تقدر تحط الاسم لازم تشوف الموزع حقك هل يدعم الابل واتش ولا لا في الاسم مش لازم يذكر عند ايفون او الموزع حقك يدعم الاسم راح يدعم الابل واتش لا يختلف السعودية الى الان في تاريخ اليوم حين 16 سبتمبر دعم الاسم في الجوال بس ما دعمتها في الساعة فالو بتشوف الشحن 3 الشحن حقها يعطيك من صفر الى ثمانين في الساعة ونصف الى مئة في المئة في ساعتين نجي لحق الاس اي شوي فيه تراجع في الشحن انه بطارية اكبر وكل شي وما حطوا تقنية الشحن السريع فمثل ما نشوف من صفر الى ثمانين في ساعة ونصف اوكي نفس الشي اعتبر لكن من صفر الى مئة في ساعتين ونصف اكثر من الغديمة هنا من صفر الى ثمانين في ساعة افضل منهم كلهم ومن صفر الى مئة في ساعة ونصف فانت اللي تحكم كيفك انا بالنسب لي ما فكرت فيها كبداية طبعا راح نوريكم حين الشي اللي يجي معاهم في كل ابل واتش شلون نخش على ابل واتش نروح مثلا الى 6 نروح على امريكا بمعنى انا في امريكا علشان نشوف هنا الى بي موجود انك تشتري انك باي نختار هذه الساعة نختار الحجم ننزل تحت راح نشوف هذه السلك الشاحن سير والأبل واتش بس لكن طبعا هذا في الابل واتش 6 وكلهم نفس الحركة لكن اذا رحت لحق ابل واتش الغالية لو نشوف لكم طبعا هذه برضو رخيصة ما في هذه الشي لكن نروح مثلا نمز هذه الغالية لو نضغط هنا حتى تقدر العادية ما تقبل بس التيتينيوم نفس الحركة فش اللي تشوف فيها موجود نضغط عليها طبعا غالي مثل ما قلت لكم والتيتينيوم برضو غالي لكن لو ننزل من التحت نشوف الأشياء اللي موجودة فيها نشوف الشاحن موجودة ساعة يعني خمسة واط يكفيها بواجت شحنها بعشر واط أو خمسة عشر واط فهذه الأشياء كلها تمنى فهمتكم كل شي وفهمتكم الواضع ففي نهاية الفيديو تنسون الاشتراك في الغنام واشتراك في حسابي سناف شات واشتراك في الغنام واشتراك في الغنام واشتراك في الغنام واشتراك في الغنام اشتراك في الغنام